السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الغاليين يارب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض اكبر كيكة ممكن تشوفوها على اليوتيوب هنعمل كيكة بمقاس ستين فاربعين اذا اقولكو كانت اللهم بارك كيكة كبيرة جدا تقدري تعمليها لو عندك حفلة لو عندك مناسبة ومش حايزة تعملي صوني كتير تعمليها في صاج واحد كبير زي ما هتشوفوها وتعالوا بقى اقولكو لو هتعملوا كمان صنية صغيرة الكمية هتكون قدقية تعالوا بقى نشوف كده ما قدرنا مع بعض ده المقداري الكبير وهنقسمو على خمسة معايا هنا خمستاشر بيضة خمستاشر بيضة يكون حجمهم كبير البيض الابيض اللي هو الكبير او الاحمر مش البيض البلدي ومعايا هنا سبع كبيات ونص من السكر الكوب المعياري او الكوب اللي تستخدمي للشاي بس كله يبقى واحد ومعايا فانيليا ومعايا بيكينج بودر ومعايا معلقة صغيرة كربوناتو ومعايا طبعا الزيت بتاعنا ثلاث كبيات وثلاث اربع كباية ومعايا هنا خمس كبيات من اللبن ومعايا طبعا الدقيق اتناشر كباية ونص من الدقيق لو حابة تعملي مقدار صينية واحدة صغيرة تقدري تقسمي المكونات دي على خمسة انا عملا هنا خمس مقادير من الكيكة بتاعتي الخمس مقادير جم معايا في صوق كبير هنا بقى اول حاجة البيض طبعا لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة الفانيليا انا ضفت اربع كياس من الفانيليا ولو عندك فانيليا سيلة هتكون معلقة كبيرة لان كمية البيض بتاعتنا كبيرة افضلي بقى ضرابي كمية البيض كده لغاية ما تطلع هوا زي ما انتو شايفين ولو عندك عجانة بقى مضرب كبير عن كده تقدري تشتغلي بيه عايز اقول لكم لما جيت اعمل الكيكة دي انا نسيت خالص ان انا عندي عجانة ونسيت خالص ان انا عندي مضرب كبير واشتغلت بمضرب البيض العادي ده بس طبعا عايز اقول لكم ادى الغرض وكانت الكيكة اللهم بارك ارتفاعها حلو جدا زي ما شفتوها وكانت تحفة جدا بس طبعا الكمية اللهم بارك كبيرة جدا هنا بقى هنبدأ ننزل بالسكر بالتدريج ما تنزليش بالسكر مرة واحدة لان الكمية بتاعت السكر كبيرة هنفضل نضرب لغاية احنا عايزين ندخل اكبر كمية هوا احنا مش هنعملها كيكة اسفنجية احنا هنعملها كيكة الشاي عادية بس طبعا عايزينها تكون منفوشة كده وحلوة وخفيفة واحنا بنأكلها خلص كده بقى السكر اختلت حلوة قوي مع البيض هبدأ بقى انزل باللبن كده وبرضو لازم كل خطوة تضربيها كويس هم حاجة تخلطي المكونات كويس جدا وتوقفي المضرب وتقلبي كده بمعلقة ولا حاجة علشان اي حاجة في القعر لو فيه سكر مدابش كويس تدوي بيه وكل المكونات تختلط مع بعض ده الزيت بتاعنا طبعا انا هنا المكونات طبعا هلاقيها كتير جدا على الطبق ده فهجيب حاجة كبيرة انقل فيها ده بقى الدقيق بتاعنا طبعا زي ما قلتلكو 12 كباية ونص من الدقيق هنا بقى هنزل بالمكونات الجفة مع بعض الدقيق مع الكربوناتو ومع البكينج بودر الكربوناتو هي معلقة واحدة صغيرة بس انا هنا بقسم طبعا على طبقين علشان بس اقلبهم كويس وبعد كده هنخلهم بمصفة او حاجة الفيعة علشان لو فيه اي تكتلات فيه اي حاجة ما تبوص معي كيكة قلبي كده كويس وطبعا زي ما قلتلكو الله مبارك الكمية كانت كبيرة جدا جدا فاضطريت ان انا اقسم كل حاجة على اتنين قلبوا بس اهم حاجة كده علشان ما يبقاش جزء فيه بيكينج بودر وجزء لا ده بقى الخليط بتاعنا بعد ما نقلته جبت بقى حلة كبيرة عندي خالص ونقلته فيها علشان اقدر اشتغل كده وانا مرتاحة هبدأ انزل بقى بالدقيق بتاعنا شوية شوية انا هنا طبعا مصرع المقطع ده بس انا بقلب بالراحة جدا يعني يقلبي بقى بالراحة خالص وانزلي بالدقيق يعني هو هياخد معاك شوية وقت علشان الكمية كانت كبيرة بس طبعا هيديك نتيجة حلوة جدا جدا ونفضل بقى نقلب وننزل بالكمية كلها بتاعت الدقيق بالتدريق معلقة معلقة كده لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا وقلب كويس وتأكد ان ما فيش حاجة في القعر لو حسيتي ان الكيكة تقيلة معاك شوية تقدري تديها كمان كباية من اللبن ما فيش اي مشكلة هنا بقى معايا الصوك بتاعنا مقاس ستين فاربعين اللهم بارك صوك كبير جدا يعني مل الفرن طبعا انا مغلفا بورق فويل وحط ورق زبدة علشان طبعا الكيكة بتاعتي اضمن ان هي متلزقش وطبعا الصوك ده من الصوكات اللي هي ممكن الحاجة تلزق فيها فقلت طبعا ايه اقمن نفسي علشان الكيكة تطلع معايا مظبوطة وما تلزقش معايا وتتبهدل في الصوك بتاعنا وطبعا في الوقت ده انا مسخنا الفرن على درجة حرارة 180 درجة مش اعلى من كده الكيكة دي هتاخد معانا وقت في الفرن لانها كيكة كبيرة جدا مش صغيرة اللهم مبارك هتاخد معانا فوق الساعة فخلوا بالكو من النقطة دي ما تفتحوش عليها قبل ساعة لربح يعني افتحوا عليها بس تأكدوا ان هي لان طبعا الافران بتختلف من فرن للتاني خلوا بالكو اتأكدوا من درجة الحرارة بتاعت فرنكو وكل واحد عارف الفرن بتاعه ودرجة حرارته ايه فمش قبل ساعة لربح تفتح عليها وخصوصا لو كانت الكمية كبيرة كده اما لو صينية صغيرة تقدر يتفتح عليها مفيش مشكلة بعد تلت ساعة اما الكمية دي مش قبل ساعة لربح علشان ما تهبطش معاكي دي الكيكة بتاعتنا وطبعا اول ما تنزلي بالدقيق على المكونات السيلة لازم تدخليها الفرن على طول عشان البكنج بودر بيتفاعل وممكن كده ما يعملش مفعول لو دخل الفرن زي ما انتو شايفين الفقعات دي كلها من تفاعل بيكنج بودر والبيكنج سودا خلاص كده دي الكيكة بتاعتنا اللهم بارك بعد ما طلعت من الفرن وعايز اقول لكم اللهم بارك يمكن كمان الكمية كانت كتيرة شوية على السوق بس طلع اللهم بارك تحفة جدا وكانت عالية جدا وكان طعمها اللهم بارك حلوة جدا وبجد الكاميرا ظلمة الكيكة دي هي كانت فعلا حلوة جدا جدا تقدري بقى تقسميها تقدري لو عندك حفلة وهتعملي تورطاية كبيرة تقدري تشتغلي بيها طبعا هنا كانت سخنة جدا وحاولت ان انا هتعامل معاها وخرجها علشان اورها لكم بس فعلا كانت لازم تبرد لان هي سخنة جدا والتعامل معاها صعب ولان كمان حجمها فكان صعب التعامل معاها فعايزاكوا بقى تجربوا الكيكة دي وان شاء الله هتعجبكوا ولو حابين تعملوا صنية واحدة هتعملوها زي ما قلتلكوا تقسموا المقدار اللي انا قلتلكوا عليه ده على خمسة هسيبلكوا برضو مقدار الصنية الواحدة في صندوق الوصف وهو المقدار بسيط جدا هيكون ثلاث بضات لكل صنية كيك وتلاث بضات هيبقى كفية جدا هيديك كيكة هشة وكيكة مرتفعة وارتفاعها حلو جدا وهتكوني مبسوطة من نتيجة يبقى ثلاث بضات ومعنا السكر هيبقى كباية ونص من السكر وطبعا كيس من الفانيليا او معلقة من الفانيليا والكربوناتو هيبقى ربع معلقة صغيرة من الكربوناتو معلقة كبيرة من البكنج بودر ومعايا كباية لربع من الزيت وكباية من اللبن ومعايا كبايتين ونص من الدقيق واهم حاجة تنخلي الدقيق علشان يديك كده هوا وتبقى الكيكة بتاعتك مصبوطة وحلوة ده مقدور الصينية الوحدة حابة بقى تعملي زي ما انا عملت النهار ده خمس مأدير انا عملت خمس مأدير عملوا لي الصوك ده اللهم بارك يعتبر ست ثواني في بعض فاللهم بارك كانت الكمية حلوة جدا جدا وكانت يعني طلع مصبوطة جدا جدا بس اهم حاجة ما تقطعهاش وهي سخنة انا طبعا هنا كنت مستعجلة واتطريت ان انا عمل كل حاجة وهي لسه خرجة من الفرن فطبعا نصيحتي لكم ان انتو تسيبوها تهدى خالص يعني اربع خمس ساعات كمان تسيبوها وبعد كده تفكروا تقطعوها او كمان تستنوا لتاني يوم علشان تطلع معاكم النتيجة حلوة جدا ما تتفتفتش منكم ما تتكسرش تطلع معاكم مصبوطة اما لو مستعجلين بقى زي حالتي فخلوة ستطلع برضو حلوة مش هتفرق كتير اهي الكيكة اللهم بارك زي ما انتو شايفين بصوا ارتفاعها حلوة جدا انا قسمتها طبعا كده وحطتها بقى في كزا علبة لغاية ما استعملنيها بصوا تبارك الله كانت حلوة جدا جدا جربوها بقى وطبعا مستنية رأيكم في التعليقات ويا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم وعملوا الكيكة دي هتعجبكم جدا وهتنبهروا بالنتيجة بتاعتها وكمان لو عايزين لون الكيكة يكون افتح من كده اضربوا كمان البيت شوية كتير وحاولوا تجيبوا نوع البكنج بودر مش الانواع اللي في السوق حاولوا تختاروا انواع كده كويسة في نوعين كده في السوق متوفرين بلاش تجيبوهم هم دول اللي بيغمقوا الكيكة فجربوا بقى الوصفة وان شاء الله تعجبكم وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا مستنية رأيكم ومستنية قلولي عملتوا الكيكة ازاي وعملتوا انه مقدار الكبيرة والصغيرة واشوفكم بقى في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته